جمع عضو التقم الفني للخضر السابقة نوردين قريشي على لاعبي المنتخب الوطني مؤكدا بأنهم لا يعتبرون الجيل الذهبي للجزائر بما أنهم لم يتوجوا بأي لقب مضيفا بأنهم يتحملون جزءا هاما من الورعية التي أصبح يعيشها المنتخب بسبب عدم ظهورهم بالوجه الذي يلعبون به مع أنديتهم مضيفا لموقع أونز مونديال بأن حالي لزيج مدرب استثنائي ولكن ماجر يكذب على الجزائر قال قريشي كما اعتبر بأن الجزائر ستبقى تعتمد على مزدوجي الجنسية ولا يمكنها الاعتماد على المحليين فقط